دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وخفض التصعيد على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبت الجولان المحتلة من جهة أخرى كما أكدت الأمم المتحدة أهمية المحادثات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين من جهتها أكدت الولايات المتحدة أن واشنطن لا تزال تبذل جهودا حثيثة مع مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرة والمحتجزين